طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتحرك لوقف هجمات إلكترونية مصدرها روسيا وفي اتصال هاتفي أشار بايدن إلى عمليات قرصنة من خلال برمجيات الفدية مصدرها روسيا مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسها من جانبه أكد الرئيس الروسي أن معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الفضاء الإلكتروني الأمريكي متهماً واشنطن بعدم التعاون ضد القراصنة الإلكترونيين